نجم كبير منتظراء الكرة العالمية وخاصة الكرة الأسبانية محمد جابي زي ما بقولك هو يمكن دلوقتي دخل كمان تاريخ على مستوى الأرقام أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الأسباني شارك بتشيرت المنتخب الأسباني بعمر 17 سنة طبعا يعني التاريخ بيبدأ كتابة التاريخ للإسم لجابي إسم هيكون ليه شأن كبير جدا من بداية المباراة الأمس خلاص وضع نفسه بقوة في تشكيلة المنتخب الأسباني مع إيريكي والجميل والحظ اللي بيساعده زي ما احنا عارفين إن إيريكي بيلعب بفلسفة بيعتمد على الشباب وده الثقافة وده المشروع أنا عايز أطور منتخب للسنين أنا عايز أتكلم معك في النقطة دي يعني أنت بتتكلم على لاعب عنده 17 سنة مع منتخب أسبانيا بيلعب في برشلونة ثقافة أولا ثقافة يمكن مدربين مختلفة الثقافة العامة مختلفة لكن عايز أتكلم على عملية التطوير وهو صغير كمان النجم دوت ويمكن معانا بعض اللقاطات ليه إنه هو صغير بيبان وإزاي بيشتغلوا بشكل علمي لتطوير أداء النجوم اللي عندهم المواهب اللي عندهم عندنا في مصر مواهب كتيرة جدا جدا لكن عملية تطوير المواهب دي دي نقطة حنوقف عندها بعد عملية التطوير إنك بتتكلم كمان على إعطاء الفرصة لهذه المواهب إن برشلونة بيكون هذا اللعب متواجد في برشلونة النادي الكبير إن برشلونة بيدي له مباريات ثلاث مباريات على مستوى الدوري الأسباني وهو عنده 17 سنة دي ثقافة كمان على الجانب الآخر منتخب بقدر المنتخب الأسباني وطبعا المدير الفني ليوس إنريكي بهذا القادر لعيب كبير جدا طبعا كان لعيب في برشلونة إنه عنده هذه الجراءة إنه يجيب لعب عنده 17 سنة ويلع مباراة نصف نهائي أمام بطل أوروبا على أرضه فأعتقد دي لازم نقف عندها يعني هو إمتى عندنا ممكن يكون عندنا هذه الثقافة إمتى عندنا نكون عندنا مواهب كتيرة جدا جدا وخير مثال دايما موجود محمد صلاح إزاي يكون عندنا محمد صلاح تاني مش بالشكل اللي احنا ماشيين عليه في مصر ده مش هيوصلنا لحاجة محمد صلاح فلتة أنا بينيبيني محمد صلاح فلتة لكن عشان يكون عندنا مواهب والمواهب ده عندنا مدربين وعندنا قدرات إنه إحنا نطور هذه المواهب دي جزئية الجزئية الثانية ثقافة المدربين لازم أدي الولاد فرصة إنهم ما يشاركوا ثقافة مدربين المنتخبات لازم مدرب المنتخب يكون عنده الجراءة إنه يدي له زي ما بنقول كده بالبلد خبرة دولية ده ولد لسه عنده 17 سنة شايف الجزئية دي إزاي محمد وإنت عشت كمان في ألمانيا فترات طويلة وعارف كمان الفكر الأوروبي والناس بتشتغل بطريقة مختلفة صحيح يعني بمناسبة ألمانيا هو نفس الفكر والفلسفة عملها هانز فليك مع المانشفت الألماني الحالي برضو مصاعد ثلاث لعبين جمال موزيالة 18 عام مصاعد لعيب هنسمع عنه في الفترات القادمة بشكل كبير جدا اسمه كريم الدمبي بيتخانق عليه دلوقتي التوب تيمس في أوروبا في البونس ليجا بايم يونيخ ودورت ومونت ليبسيج ومؤخرا دخل ليفربول لخطف اللاعب هو لعب سالسبورج النمساوي أيضا عنده 19 عام وفيه لعب تاني اسمه فيرتز لعب ألماني 18 عام التلاتة موجودين في التشكيلة اللي حيبدأ بيها المباراة غدا أيضا هانز فليك نرجع لأسبانيا زي ما حضرتك قول المشروع بيبدأ من هنا للتطوير الكرة في بلد ما أو مع منتخب محتاجين إن إحنا ندي الثقة للعبين الشباب وده بيبدأ من الأندية طالما أنت فيه اكتشاف المواهب عندك الكطاع النشئين بخير ويبدأ النظر عليه بيبدأ المنتخب أو الفريق الأول يتم تصعيد اللاعبين بالتالي بيكون فيه فرصة كبيرة إن هم يشاركوا فيه المنتخبات اللي حصل مع أسبانيا مع إيريكي ده برضو رسالة للمدربين ورسالة أيضا لمدربين هنا إن نبص برضو ليس فقط على اللاعبين الكبار أو اللي بيلعبوا بشكل أساسي فيه مع الفريق الأول لكن ننظر أيضا لنشئين محتمل يكون فيه لاعب لابد من إعطاء الثقة الفرصة للظهور وده المشروع للتطوير للمستقبل صحيح صحيح على مستوى التطوير وعلى مستوى المستقبل أكيد بنتكلم ودايما بنجيب نمازج نمازج ده قدامنا على مستوى ألمانيا محمد إدن نموذج هايل على مستوى أسبانيا حضراتكم جابي ده لعيب أعتقد مثال عملية التطوير بشكل كبير جدا زي ما بقول لحضراتكم العلاقة ما بين كمان اتحاد القرى والأندية بره مختلفة تماما اتحاد القرى بره بيدير العملية طبعا بيدير المسابقات طبعا يعني فيه لجنة مخصصة لإدارة الدوري ورابطة المحترفين على مستوى الاتحاد هو مهتم بجزئية دي مهتم بتطوير المدرمين مهتم جدا بتطوير المواهب يعني الاتحادات بره بتشتغل بهذه القوة وهذه البلان الطويل المدى يعني المنتخب الأسباني مش بس مختصر أنه بيتابع الدوري أو لا ده كمان بيخلي فيه مدربين بيروحوا لبرشلونة مدربين الروح لأتلتكو مدريد يبصوا على أولاد الصغيرين بيطوروا من المواهب بعض مدربين أو بعض الناس اللي شغلوا في الاتحاد الأسباني كمدربين بيروحوا يساعدوا المدربين الموجودين في برشلونة بيديهم أفكار وبيشتغلوا معهم لما يكون فيه موهبة زي جافي بيطوروا هذه الموهبة ليه بيطوروا هذه الموهبة؟ لأن طبعا العائد الكبير على مستوى القرى الأسبانية لما مكود جافي موجود في برشلونة وزيه في أتلتكو مدريد وزيه في ريال مدريد وبالتالي الدورة هيكون قوية وبالتالي كمان المنتخب الأسباني هيكون قوية جدا وشوفنا اللي بقول لحضراتكم ده في جيل راموس وجيل طبعا توريس وجيل جافي وإنيستا كل النجوم دول كانوا حجبة من اللاعبين اللي تم تطويرهم خلال سنوات طويلة وبالتالي حققوا كاس العالم طبعا وحققوا كمان بطولة أوروبا احنا شايفين لوس انريكي بيحقق أو بيحاول يعيد هذه التجربة من خلال لعيبة صغيرة من خلال دينا فارن توريس طبعا اللي أحرز هدفي المباراة لعيب صغير عنده 17 سنة وبيلعب في المان سيتي وبالتالي دي خطة وده اسلوب بيتبعوه في أوروبا وان شاء الله نتمنى بإذن الله هنا في مصر نحنا نحاول بقدر الإمكان نحنا زي ما انت بتقول يا محمد ندي فرص المدربين يده فرص الوادي الصغيرين حتى مدرب المنتخبات يدي السقة احنا لغاية دلوقتي في مصر اللاعب يكون عنده 23 و24 سنة يقولك لا اللاعب ده ما يلعبش منتخب ما عندهش خبرة دولية اللاعب زي دوت عنده 17 سنة تخيل بعد 3-4 سنين يكون عنده 20 سنة كمل خبرة وكمل مهارة وكمل الثقة في النفس يكون عنده وغيره كتير نفسنا الثقافة تتغير نشوف انا وانت كمان أرقامه على مستوى مباراة 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 طبعا جايفي اللاعب الأسباني على مستوى مباراة 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 مستوى أمام المنتخب الإيطالي كمان بتدل انه لعيب يمكن كمان على مستوى التحرك على مستوى التمرير لعيب هايل طبعا لعيب 85 دقيقة التمريرات الصحيحة يمكن التمريرات 53 تمريرة منهم 49 تمريرة صحيحة بنسبة 92% مراوغات 7 منها 3 صحيحة التحامات هوائية واحد وفاز بها رغم انه قصير شوية لكن اللي دايما يهمني عملية التمريرات الصحيحة عملية عدد التمريرات الصحيحة اللي ولد عنده 17 سنة يلعب أمام بطل أوروبا 2020 بالزبط وبالمناسبة تعمل عليه مبارح سبع فولات يعني هو يعني لعب ستايل الشورت باسينج عنده ممتاز الدقة التمرير عنده زي ما حدتك قلت تصل 90% التايك وانس في الملعب لا هو ده المثال للتيك تاكا فعل حقيقية المتعة اللي حنشوفها ويشبه بدري لأن بدري مصاب للأسف لم يلطحك بالمباراة ولكن هو نفس الستايل تقريبا يعني بدري كان ظهر في اليورو الأخير بنفس الشكل يعني فوق 90% من دقة التمريرات وعمل مباريات رائعة حول بيها المنتخب الأسباني دايما ليه للامركز يعني فرض سيطرته والاستحواز بشكل كبير جدا طيب كمان نشوف على مستوى الدور المحلي بالنسبة للجابي على مستوى برشلونة برضو نشوف أرقامه لأن كمان مهم جدا أن احنا نشوفه مع برشلونة يمكن لعب ثلاث مباريات بس لكن زي ما بقولك عامل شكل أكثر من رائع في الدور الأسباني لعب خمس مباريات ومباراتين في دور الشامبينز ليج صناعة الأهداف واحد صناعة الفرص ثلاثة تسويب على المرمى اتنين بينهم واحد ما بين القائمة والعرضة التمريرات 253 بنسبة 91% صحيحة تمريرات بينية ستة ما بين تلات تمريرات صحيحة مروغات 16 منهم 8 صحيحة فعايز أقولك أرقام بالنسبة للولد الصغير عنده 17 سنة وخلينا أقولك أحلى تعليق يمكن أنا سمعته من لويس إنريكا المدير طبعا المدير الفني اللي منتخب أسبانيا قالك جابي لما بسيبه أكنه بيلعب في حديقة بيتهم يعني عنده نوع من الثقة وعنده نوع من الراحية أنه هو المديري بشايف أنه هو ما عندهش خوف ما عندهش رهبة بيلعب أكنه بيلعب بلغتنا كده بيلعب في البيت فعندهش الرهبة وعنده ثقة كبيرة جدا جدا في نفسه مزبوط أنا شفت لعب يعني في 25 أو فوق الخمسة وعشر عام أنا ما يعني ما تخيلتش نوع 17 عام بهذه السقة والكوة والمرونة يعني هو فعلا ده بيرجع بشكل كبير لإنريك اللي تداره السقة طبعا طبعا الثقة وهو شجاع يعني هو ما بيلعبش بس بجافي كواحد لعب شاب 17 سنة كان فيه ستة يعني فيه ست لعبين شباب موجودين مع المتخب الأسباني ثقة وشجاعة منه وقوة أنه هو الاعتماد على الناس ديت والظهور بالشكل رائع دوت ويلعب على إيطاليا يعني ملك الدفاع والهجمات المرتدة ويلعب على جورجينيو بالزبط يعني زبا بيقولنا كده لعب على جورجينيو دواخوهم يعني جادي لعب مشروع عظيم موهبة جوهرة نقدر نقول أتمنى أنه هو الاستمرارية طبعا مهمة جدا مع الكوكبة اللي حواليه اللعبين كلهم شباب خليط ما بين الشباب والخبرة مهمة جدا زي ما تكلمنا مشروع لتطوير الكرة في أي بلد طبعا جادي طبعا مشروع كبير لتطوير الكرة على مستوى أسبانيا وهيكون نجم عالمي في المستوى بالقريب بس عندنا حاجات كتير مع المحترف نروح فاصل ونرجع مع حضراتك اشتركوا في القناة